في مياه الازمة اليمنية ألقي حجران حركات الكلمية بعد شهور طويلة من الركود السياسي والعسكري الذي أصابها الأول تمثل في تقرير رفعه فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات إلى مجلس الأمن يوصي بإضافة خالد نجل المخلوع علي عبدالله صالح إلى قائمة العقوبات الدولية فريق الخبراء كان قد أصدر في يناير 2016 تقريرا مفصلا عن عمليات غسيل الأموال التي قام بها خالد خلال الفترة الماضية ومحاولة نقل أصول والده المنهوبة إلى أماكن أكثر أمانا يقول التقرير إن الفريق يملك أدلة على أن جميع الأسهم التي كان يملكها علي عبدالله صالح وفراد أسرته في شركتي البولا ليميتد وويزي ليميتد قد نقلت في الثالث والعشرين من أكتوبر 2014 إلى خالد علي عبدالله صالح في محاولة للالتفاف على الجزاءات المحددة ولاحظ الفريق أن نجل المخلوع تمكن باستخدام هذه الشركات من نقل أموال قدرها حوالي 734 ألف يورو وأكثر من 33 مليون دولار إلى حسابه في بنك الخليج في الإمارات العربية المتحدة وقد وجه الفريق الأممي عسالة إلى دولة الإمارات يطلب منها المزيد من التفاصيل ولكنها لم ترد على الفريق بعد هذا التطور الذي يكثف الضغط على المخلوع وعائلته بطبيعة الحال يرى مراقبون أنه لا يصل إلى مستوى إجبارهم على الخضوع لتسوية سياسية السفير الأمريكي الأسبق لدى اليمن ستيفن سيش زار الرياضة مؤخرا والتقى فيها المسؤولين اليمنيين والسعوديين وقال في دراسة حديثة قدمها للإدارة الأمريكية إن قرب نهاية الحرب في اليمن مستبعد وأنه ما من طريق صالح للسلام في اليمن التطور الآخر في الأزمة اليمنية كان عسكريا حيث تمكنت قوات الجيش الوطني من السيطرة على معسكر خالد فيتعز بعد معارك استمرت طويلا حول هذا المعسكر الذي يعرف الجميع أهميته العسكرية والرمزية لدى المخلوع صالح والحوثيين إذن حجران في مياه راكدة أحدهما سياسي والآخر عسكري فهل يمكن لهذه التطورات أن يكون لها صدا يساعد على حلحلة الأوضاع في اليمن والوصول إلى السلام المنشود اشتركوا في القناة